أيضا كيف تتفاعل زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى أنقرة ومباحثاته هنا مع المسؤولين الأتراك كيف تتفاعل في العصاد السياسية أيضا في إيران نعم ينظر إلى الزيارة بأنها زيارة مهمة وهي زيارة إيجابية نظرا لطبيعة العلاقات التي تربط بين البلدين وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها وزير خارجية الإيراني منذ تسلمه منصبه كوزير الياء الخارجية وهي تأتي في طبيعة حال بعد جولة قادته إلى كل من لبنان وسوريا المباحثات التي أجرها وزير خارجية الإيراني في تركيا شملت لقاءات مع نظيره التركي وأيضا لقاء مع الرئيس التركي رجع الطيب أردوغان عبداللهيان وصف هذه المحادثات بأنها كانت معمقة وشاملة وأنها تناولت العديد من القضايا سواء التنائية الإقليمية والدولية قال بأنه تم خلال هذه الزيارة التنسيق للزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركيا والتي تم إرجاؤها من قبل قال بأن هذه الزيارة ستتم قريبا أعلن الاتفاق على تنمية التعاون الشامل بين البلدين وإزالة كافة العوائق التي تعترض سبل تعزيز التعاون قال بأن المباحثات تركزت حول تنفيذ البرنامج الشامل للتعاون الإستراتيجي الذي تم إبرامه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي الصيف الماضي إلى إيران قال بأن التبادل التجاري بين إيران وتركيا جيد لكنه لا يرقى إلى مستوى الإمكانات والطموحات بين البلدين وأعلن الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل الأسواق الحدودية وتحدث عن مشاريع لإنشاء ثلاثة أسواق في المناطق الحدودية أكد بأن تطوير وتعزيز العلاقات بين إيران وتركيا صحيح أنه يصب في مصلحة البلدين لكنه أيضا يصب في مصلحة المنطقة فيما يتعلق بالملف السوري أكد بأن هناك تطابق في وجهة النظر بين البلدين على وحدة الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب أعرب عن امتنانه وترحيبه لتطور العلاقات بين تركيا وسوريا وأكد على ترحيب أي خطوة في هذا الاتجاه وقال بأن إيران ستبدل قصار جودها لتطبيع العلاقات السياسية بين البلدين شكرا